إلى أوسع من قياس شاشة الموبايل ينتشر الذعر في الأوساط الصحفية وبين نشطاء العراق وكتابه بعد أن عادت مسألة ما أسماها البعض بكواتم الإنترنت التي لا تقل وزنا بحسبهم عن كواتم الاغتيال تحديدا لما يعرفه العراقي أكثر من غيره على مواقع التواصل الاجتماعي من متلازمتين يرافق أي صانع محتوى أولاهما استغلال قرارات فضفاضة بالجملة بين فترة وأخرى من قبل السياسيين لتضييق على أصحاب النشر والمحتوى وثانيهما العقاب المستمر والرقابة الشديدة على منصات التواصل بل ووسائل الإعلام الحديث في العراق صحفيون مدونون ناشطون من مختلف المنظمات المحلية والدولية أثاروا مخاوف مما سميت بلائحة تنظيم المحتوى الرقمي التي أعدتها هيئة الإعلام والاتصالات في بغداد بحسب وسائل إعلام عراقية عشية ما أطلق عليه ملاحقة المحتوى الهابط الذي بدأت أحداثه بهبة أمنية وإجراءات قضائية لمحتويات تسيء للذوق العام أو تخدش الحياء لكن القضية أخذت بعد أوسع من نطاق الهابط أو الرصين على الرغم من أن لائحة تنظيم المحتوى أجملت بوصف البحث عن الرصانة وتمتين والترويج للمحتوى الذي يدعو للثقافة والوعي هنا فقط يكمل السؤال الذي طرحه العشرات من الناشطين إلى أي مدى يمكن تفسير الرصانة بحسب أهواء جهات سياسية أو حتى من الجهات الرسمية في تفسير فضفاض لتلك العبارة ومن بين ما نشر على منصات التواصل ما تم تداوله بشأن أبرز أهداف الهيئة في لائحة تنظيم المحتوى ومنها توفير الحماية القانونية والفنية للمحتوى الرقمي الهادف والحد من الاستخدام السيء للمحتوى الرقمي والهابط أو المسيء ورصد المعلومات الكاذبة أو المضللة التي من شأنها الإساءة للكرامة الإنسانية أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي وهنا تكمل المشكلة إذ حذر حقوقيون من أن تتحول قضية مراقبة المحتوى وضبطه وتنظيمه إلى أشبه ما يكون بالعودة إلى تنفيذ عقوبات أقرب ما تكون إلى كبت الحريات وفرض العقوبات التعسفية أو استخدام سياسة مواجهة المنتقدين للسياسيين أو للحكومة أو البرلمان أو الجهات الأمنية وهو أمر كفيل بأن يملأ السجون العراق من الشباب الذين يكتبون بسقف حرية يرونه مناسبا لكشف ملفات فساد وقضايا لا يمكن مواجهتها إلا بشدة كما يؤكد نشطاء